صباح الخير عليكم كديري لبس عليكم متمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ومتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا اليوم غان بدور روتين صباحي ديالنا غاندي نبدا نوجدوا الفطور كما كتشوفو هنا غدندير واحد الحراشة لي كتجيزوين وكتجير طيبوه هانتوما خليكم عن مقادر ديالها بنسبة لمقادر عندي هنا عدني لدي الكيسان ديال سميدة واحد نسكس ديال الزيت وحد شوية ديال ثانيدة وشوية ديال LS الخميرة ديال حلوة ومليحة وลما باش غدندج الحراشة عانتوما البنات كما كتشوفو بالنسبة لسسميضة ديالي غدندير ثانيدة هاذ أبكاد ندير حالك ندير دوا كتلكل الكيسان ديال سميدة كاملين غدندير ديال صغيرة ديال ثانيدة ودك الشوية ديال مليحة وzähلميته والخميرة ديال الحلوة وغادي بدان ندير الزيت وغادي نبسها مزيان مزيان ليني الحرشة اللي بويتها تجي كرتباوز وينغس الكمية ديال الزيت تكون تكون كتيرة شوية باش ما تجيكش قاصحة كما كتشوفوها نحيت شوية باعتدرتوا فوق المقلة باش ما تلصقش لي الحرشة ديالي ونقص شوية اللي غادي ندير فوق منها وهنا غادي نبقى نجمعها بالمحتة الجمالية وعاد غادي ندوز باش غادي نقرس الحرشة ديالي هنا البنات كما شفتو درت هذيك سميدة في المقيلة ودرت هذي سميدة الحرشة درتها فيها وهنا غادي نبدا نطلق غادي نبدا نطلق الحرشة ديالي يعني على السمك اللي بغيت ولا القياس اللي درت ديال سميته بنسبة اللي بغايد ديرها كبيرة يضوب للمقاعدة الراكة جيزوين انتوما البنات كما كتشوفو هنا من بعد ما اطلقت الحرشة ديالي تنجمعها كان جمعا مجنب بشي حاجة بشي موص ولا شي حاجة يعني اللي تقدهالي بنسبة للناس اللي تجيوهم الحرشة قاسحة إما تيكونوا نقصين من الزيت إما تيكونوا ديرينا فبطة انهيلة بنسبة للحرشة كتبغي بطة تكون مجهدة باش ما كتبقاش يعني كتبلك بالزربة وما كتبغي بطة قليلة وما كانت زيت ناقصة كوني متأكدة ان الحرشة ديالك غير قاسحة وهنا كما كتشوفو من بعد ما اطلقت الحرشة كبير وانتوما البنات كما كتشوفو هدي الحرشة ديالي من بعد ما طابت الصراحة كتجيزوينة بزفور طبا كما كتشوفو فاش قطعتها بالموث يعني تقطعت بسهولة ما كتجيش ديالك القصوحية ديال الحرشة كتجي رطيط وبحل ديال المحلات كما كتشوفو وكنتمنى تجربوها زوينة كتجي سافة البنات هنا هدي نجلسون فطرة ومن بعد غادي نوجد معكم غادي نكملوا الروتين ديالنا حتى الاخير وهنا البنات كما كتشوفو من بعد ما فطرنا وسالينا انا نبدأ نجمع في الدار كما شفتو هاد البيت عندي باقة منفرشة متى حاجة وفرشة فيها ديالك القليصة في الأرض ديالك مع السيف ودكشيت عن بغاون تبردو كان مرمقا وقالسين فيها فحلو كاف الأرض قالسين مرتاحين مربي لهم حسن مستدادر ودكشيتع كيكونو سخان ديالك في هاد الوقت وصافي كما كتلكم ديالك القليصة ودكشيت عن طبا كوريسي ديالك الطبيلاتي غي حطها هنا يعني اللي بغاين يشرب شي حاجة او لا شي حاجة مهم من نسبة الماكلة راكم شتو كنقلسو في المراح يعني تما فين تناكلو فين تنديرو كل شي وصافي هنا غدي ندوز واحد شتا طيبة يعني غي خفيفة فحالك وغدي ندوز واحد جفاف وغدي نرجع عود تاني باش ندوز جفاف ونرجع باش نعود نفرش ديك وكل ملايات اللي كنت دايرا يعني ديك القليصة غنخليها تم يديما يعني لما نفرش ودكشي يعني ده بمازال ما نفرشها ما والو يعني غديرها اللي بغا يتفراج في تلفازة ولا شي حاجة يعني ينقع فين يقلس ماش درور يبقى قلس فق الكرسي بمعدب ودكشي باش يتفرش شوية اللهم يقلس ما في الارض على ما تتفرش البيت ودكشي والموهم كما كتشوفو هنا يكندوز الجفاف وغدي نرجع معاكم وهنايا كما كتشوفو من بعد ما فرشت ما دوزت الجفاف والثاليس فرشت جملاية هادو هنايا وغدي ندير فقه مده الكوفر لي باش مني نقلسو نحسو بمجالسين اللي شي حاجة رطبة وصافي كما شوحتو هاد هي البيت صارح عمرني ما شاركتها معاكم ولا صورتها معاكم حيث اصلا ما مفرشاش ما فيه شي حاجة اللي زي ما غدتشارك ودهي رفعت طبيلاء وكريسي ودهي رفعت سديس ماشي شي حاجة ذا ما فيها شي حاجة كتير الموهم هنا كما شفتو معايا جبتا دوك المخاد اللي صبنت باش ننساري شغلي ندوز باش نعمرهم وانتم اخليكم معايا وهنا كما كتشوفو من بعد ما سليت ديك البيت في الشميع وصفي سليتها هنا ديك باش نجمع عد المراح بالنسبة لبيت الناس صارحة غي كنفيق من ناس اول حاجة كندير كنجمعها هي يلولا قبل ما نخرج من البيت كنجمعها باش ما كنعود ش ندخل لها طفي كنحي تالية كنحيد كل شي ما كنخلي فيها حاجة محطوطة كل شي كي تجمع وهنايا بالنسبة لها المريح هذا عندي في غيات سالمونجي ضغياتا يلي تنكلو فيها وكنجمعاتها هي هنا يكي مشتود وزلة واحد لمسيحة بجافيل يعني كل شي اي حاجة درتك ندير فيها جافيل باش كتشمي وكذلك الريح عنقية وكترتاحي ماشي بحلني كتشوفي الروينة وكتشوفي الدنيا كلها كلها يعني مصخة وذلك الشي كتبقي شوية دايرة مضايرة بحل قلسة فوق الشوك يعني كتبقي قلسة مدايرة من الاحسن ان كل واحد يبقي يبقي نوضي جمع الدار بكريب الشي يبقي لولوقت كامل في الوقت اشتركوا في القناة 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 نقيته الدجاج قد نضي رغى واحد الفخيط بنسبة للطاجين هنه هذا كيفانه وكيشت اني انا اصلا ما تناكلش ذاك الدجاج الفخد ديالو ما تناكلوش يعني تنديرو غير الراجل يبوحدو وهنايا كما شفتو قد نضي البصلة قد نضي رغي مشين فبحالاوكا الصراحة فشكا طيب ما كتبقاش تبين كتدوب كتولي دايبة وهنايا كما كتشوفو بالنسبة للبطاطا ما كنديرهاش طويلة خلاص مرة مرة كيف كل مرة لحسب بدك الخضراء اللي غادي ندير لك تغن ندير شي حاجة اخرى كنديرها طويلة لحسب كل مرة وشنو غادي ندير هنا اليوم در تاغي مرباعات صراحة كتعجبني ولد كتعجبني بحاله كامرباعة ودرت فوقها شوية ديال جلبانة واحد الحبة ديال ما تشاقطتها الفوق هنا بنسبة للتوابل كما كتشوفو كندير ديما انا كل شي في ذلافة شوية ديال البزار شوية ديال المليحة شوية ديال سكين جبير والزافران وشوية ديال التحمير انا كتعجبني التحمير كتتحمر المرقة وهناي حكيت واحد لفصيصة ديال التومة غادي ندوز باش نقرد شوية ديال الربح وغادي نزيده فيه تهوى وغادي ندير شوية ديال زويتا وشوية ديال الماء بعد غادي نضيفهم فوق الطاجين وهناي البنات من بعد مردة الطاجين ديالي كي طيب غادي ندوز ناجن الخبز اليوم ما غاديش ناجن الخبز غادي ندير مخيمرات كما كتشوفو هنايا درت شوية ديال الفينو والفرص زي دالي شوية يعني كل واحد يدي القيص دياله انا كناجنغي شوية درت واحد لمعالقات ديال الخميرة الفورية واحد لمعالقات ثاني داك صراحة كتخمر مزيان وهنا غادي ندلك المخيمرات ديالي تنسي وهنا البنات كما كتشوفو من بعد مجنة الخبز اليوم صراحة نارة نعمة واذا شوفوش كنزيد الملحة كنزيد في المحطة كي يخفيف يعني كي يبحل عجينة ديال السفنج كي يخفيف بزاف 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 من الداخل هنا كما كتشوفو غادي نقارسهم يعني غادي نرغيت لسدي المخيمرات باش نضغيان نساليهم يعني كان نضغيش أنا الخبز ولا مخماولوش حاجات تبقى عندي فضار كتر من نهار يعني اللغة بقى الفطور صافي يعني ما يبقىش لي في الفريق وعاد من تخن تخن كي يجمين ناكل خبز جديد يعني مدام غادي تتسخنه اللغة مع جنيه جديد وهنا كما كتشوفو غادي نكوغو كامل وغنخليه يخمر عاد باش ندوزن طيب وهنا البنات من بعد ما كنقرس لنخيمرات ديالي خليتونتي يخمرو انا ندوز وحد جفيفة هنا بالنسبة للجففة ديالي كان جفيف بجافير ما كتعجبني صانيك روى بززاف مرات كتكون ذوينا ريحتها مرات ما كتعجبنيش كان دير جافير وليتي برد لغداد وكان شمر ريح جافيلات كان ارتاح وهنا كما شفتو غادي ندوز الجفف ديالي مزيان مزيان بعد باش غادي ندوز نتات نشف الكوزينة خلاص باش نرجع نطيب المخيمرات وهنا كخليكم معي وهنا البنات كما كتشوفو من بعد ما طيبت المخيمرات ديالي وليس رح يجو زوينين يلا يلا تفت البوتوص صراحة مصورش لكم فاش كانوا كي طيبو كنرشوهم شوية ديال الزيت عد باش كان طيبو صراحة كي جو زوينين وتيجي ورطبيين عتي تيجيو كي جو زوينين هنا كما كتشوفو رح يجو شفش لما عشوش كيفانو ليكم عشا ولكن ران موهم رح يجو زوينين وحنتوما ننقلب لكم الكاميرا باش تشوفوهم زيان انتوما كما كتشوفو تيجيو غزالين دا المرة يجيو الصغلة جينات تكون خفيفة يجيو كزوينين انتوما شتو بارتيك يجيو رطبيين البنات انتوما البنات كما كتشوفو هاتي الطبيلة ديال الغضاء طعجين صارحة جبنين جزوين بززف وهنا ينصف للمخيمرات هنا كين شوي ديال التثر صافي وانتغده وتنسالي ان شاء الله ونرجع معاكم وانتوما اخليكم مع الفيديو حتى الاخر وهنا البنات من بعد ما تغدينا وسلينا الحمدلله ديست باش نعمر هاد الوسيدات هادو كما كتشوفو كانت تقاتل معاهم ماشي تنخشيهم الصراحة عدبوني شوية ولكن ماشي مشكل هنا كين ما كتشوفو كان حاول ان اني ندخل لذوك الجناب ذوك الريوصة ديال الثلوسيد باش يبقى واقفين هنا كين ما شفتوه وارتيره وسيدة هداف قيت فيها شحال وانتا نخشي فيها الصراحة اول مرة نهار شريبتنا نهار فرجت الصالة اول مرة تنحيدو من سبنهم الصراحة المهم هنا كين ما كتشوفو غدي مدى نعمر في الوسيدات حتى نساليهم كاملين ونرجع معاكم وهنا البنات صافي عمرت الوسيدات ديالي ده بغنمشي للكوزينة نشوف عدتاني شنو غادي ندير وغنشارك معاكم ذاك شي لا غندير وهنا البنات كين ما كتشوفو من بعد ما دخلت للكوزينة حليست اللاجة لقيت عندي ذاك شي اللي غدي ندير فاذاك الفلو اصلا شحيال هذي ما درتو بصراحة يجيزوين بزاك وغلت لي وما نديرو كيما كتشوفو هنا غدي ندير غنستاترو ديال الحليب حيث انا ده بغي بوحدة في الدار ذاك المرة كفجة كانت شاركتو معاكم كانت عند ماما ذاك شي باجدر تترو ديال الحليب هنا غندير غنستاترو كيما كتشوفو غدي ندير هذيك ثاني دانسكاس ثاني ديال التاس اللي يفق البوطة ونرجع معاكم وهنا البنات كيما كتشوفو نفس الكسرونة اللي دوبت فيها نسكاس اللول ديال الثاني دا هيا فاش غدي نخدم النات من بعد ما دوبت تذيك المعيسة ترتفع ذاك الزليفة اللي غدي ندير فيه يعني كل واحد يدير زليفة اللي يبغى ولا شي مول عنده مول كبير ولا شي حاجة المهم ما علينا هنا يدرس الكسرونة اللي دوبت فيها ثاني دا اه يuje ه давай زلت فيها هاتاكنسكاس ديال الثاني دا الاخور وووزت فيها هنسكس ديال فورس وغدي adaptive فايات اغادين تغضوا جوشة有沒有 بواني Catholic لنزيد فيها انا جوجباني منسبة اليومه غدينران صفروا ديل الحليب حي ة انا نغيب واحد دابةة فطار ما كنين معي الظاهد المرة الأولى فشاركت معكم در ترو ديال الحليب كنت في دارنا ديك الساعة وبنسبة الوصفة فيها اصلا فيها اترو ديال الحليب دكشي بشاركت معكم الوصفة الحقيقية وهنا يا كما كتشوفوا غدي نزيد هذا كمستة ترو ديال الحليب تهوة وغدي نحاول نخلط دك الطحين ودك ثانية مزيان عاد باش نزيد البيضة ونضيره فق البوطة حتى يطيق ونرجع معكم وهنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما حيتهم فق البوطة كيو اللي خاتر انا را مخلطوش اختار لي بزا فعاد غني بزا فعاد حيتو وهنا يا كما كتشوفوا صافي غدي نزيد فيها الضانون ديال الكراميل صراحة الضانون دقيقة اضافين اللي بغي يزيدو يزيدو اللي ما عندوش ماشي داروري انا غيزتو كان عندي فتلاجة كان كان وقلت نحيدو اللي يزيدو فتلاجة ولكن صار حاشا نقول لكم البنات جابنين بزا فخصوصا في نكهة ديال الكراميل نيتس ديال هاد الفلو هاديك ثاني دا اللي بقات مأسلتها هي كانت باقة شوية عرفتي وجا رائع جا كتر من واعر بذك نكهة ديال ضانونته هو انا عجبني بزا فبزا فبزا ف وهنايا كما كتشوفو غادي نحرك الخالد ديالي مزيان مزيان حتى انساجم لي ضانون مع داكل الخالد وغادي ندوز باش نديرو فزليفت ديالي هنايا كما كتشوفو داكل ميس لدرتها فزليفت وغادي ندوز باش ندير غادي ندير الفلو ديالي يعني غادي نفرق وليدك زليفت صراحة نعجبوني زليفت صغير قلت نجرب فيهم كي غادي يجيدك شي صراحة جاوز ويني انتو وخدت تشقق لي هاد المرة شوية حيث فاش نديرو ثاني دفات زليفات وكيبدو يتشققو حيث فاش كيبدو تسمع ديك ديك التهريب حلا كيتهرسو زليفات كوني متأكدة ان الفلو ديالك تهوه غادي تشقق ليك وهنايا كما كتشوفو درسات زليفات صغير ورينتا هوما وغادي نديرو فتلاجح تايبردليا ويثالي عاد باش غادي ايلا شاركتو معاكم اليوم هي هاديك ما شاركتوش سال غدا ونشاركو معاكم وهنايا كما كتشوفو صافي هنا ساليتو ونديرو فتلاجح انتوما البنات كما كتشوفو بنكسبان السطرو ديال الحليب بش حال خرجلية ديال بش حال خرجلية مزليفة خرجلية دزلافة كبيرة وهادوك الربعة صغيرين وديك الحق ديال الدانو وهنا البنات كما كتشوفو قتلكم تشقق ليه شوية تشقق ليه مدك الجنيب هنايا كما شفتو صافي هذا هو الفلو ديالي من بعد ما وجد صراحة جبنين بالزاف وهنايا كي سالي الفيديو ديال اليوم كانتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وإلى عجبوكم الروتينة ديالي اكتبوهم ليه في كومنتر نكملهم معاكم وإلى ما عجبوكم مش قولوا لي يام بلا ما تكملي غاخلي كيف طيابك وهناك يسالي الفيديو ديالي كانتمنى ما تبخلوش عليهم اللي لايك ديالكم واللي ما زال ما مابونيش معي في القناة يتابونوا ويفعل جرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي واسلام عليكم